السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم اربع اختصارات لأوامر مهمة جدا جدا هتساعدك في انك تشتغل على برنامج الوتوكات بسرعة وبسهولة هذه الأوامر هي أمر تيكست واختصاره هنقوله طبعا وأمر ديمينشن وأمر لير وأمر باوندري تعالوا ناخد أول أمر معنا وهو أمر تيكست عشان استدعي أمر تيكست بالاختصار هاروح لالكومنت وهكتب حرف اتأكد ان اللغة بالانجليزية واكتب حرف ت ثم اضغط انتر وابتدي اكتب ولكن هكتب أمر تيكست هكتب تيكست انتر تي اي اكس تي انتر ياس هلاحظ انه كتبت بسهولة يعني باختصار ان عشان استدعي أمر تيكست كل اللي علي ان هارحوا لشريط كوماند واكتب حرف تي ثم اضغط انتر انتر هارسم او هكتب بسهولة لاي بكل بساطة تاني امر معي هو امر دايمانشان امر دايمانشان كل اللي علي ان هارح للكوماند واكتب دايمانشان اضغط انتر اضغط اللي نعايزه بكل بساطة وهذه الطريقة الامر التالت معايا الامر التالت معايا هو امر باوندري امر باوندري والامر دا طبعا بنستخدمه في ان احنا لو معانا مجموعة خطوط كل خطة منفصل بهذا الشكل كل خطة الواحده عايز اجمعهم في مجموعة واحدة فبروح لشريط كوماند واكتب بي او بي او اضغط جوا الشكل انتر هلاحظ ان ايه ان الخطوط جمعت بس بنسخة تانية تاني بروح لشريط كوماند بي او انتر اختار بيك بوينت واضغط جوا الشكل انتر هلاحظ ان انا انا جمعت الوضوط دي في مربع كلهم يعني بيقوموا اتصلين مع بعض الامر الاخير معايا هو امر لير هاروح برضو عشان استدعي هاروح لشريط كوماند واكتب ال ايه ثم اضغط انتر هتفتح لي الشاشة اللي فيها ايه الليرز لو عايز اعمل لير جديد هاروح اعمل لير جديد وسمي لير واحد مثلا وليكن انا عايز اللون بتاع اللير دي يكون لون احمر مثلا او اين كان الشكل عايز مسلا اختار المربع ده واروح لل لير هنا واختار في اللير دي جميل جميل يبقى نعيد تاني الى امر بتاعتنا اول امر وهو امر تكست كل اللي عليك في الكماند هتكتب تي انتر وتبتدي ايه تكتب اللي انت عايزه l-i-n-e line مثلا ثم تضغط في مكان هيكتب لك حرف line جملة line عايز اضايمنشا للشكل ده هروح للكماند وقت d-i-m enter وابتدي اخذ الابعاد بتاعت زي ما انا عايز بهذا الشكل الامر التالت وهو امر لو عندي شكل عبارة عن مجموعة خطوط بهذا الشكل بهذا الشكل مثلا فبروح للكماند b-o enter اختار pick واضغط ده الشكل ده enter هلاحظ ان الشكل تجمع معي الخطوط تجمعت معي اخر امر وهو امر layer بروح للكماند واكتب a enter وابتدي اعمل layer اللي انا عايز الشكل ده في layer الواحدة رح اختار layer كده نكون احنا خلصنا الفيديو بتاعنا يا رب تكونوا استفدتم ولو بمعلومة بسيطة يعني قدر توصلها اشكركم جميعا والى لقاء ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة